يعني حتى وإحنا كنا بنشوف الفيديو اللي قبل كده اللي فيه شطس من الجماعة وشطس من عملة نادرة أنت مختلف برضو يعني في الجماعة مختلف تماما عن ما أنت موجود في عملة نادرة هو هي مدارس زي ما قلت لحضرتك أنا بحب المنهج يمكن الأكاديميين يعرفوه بقى اللي هو منهج استانسلافيسكي والمطور للمنهج ده منهج استراسبرج طبعا ده بيشتغل على علم النفس رقم واحد وعلى أن البني آدم الممثل يتحول كله تماما وتقطه تتغير وهو نفسه ما يبقاش موجود وتبقى حضرة للشخصية التانية بحيث أن الشخصية تبقى قدامك حقيقية وعلى الفطرة طبعيا أنا حاسة أنك عمرك ما هتعمل دور سهل أنت بتميل للأدوار اللي فيها شوء يعني أنت هنا ده عملة نادرة فأنت هنا عملة نادرة يعني برضو أب قاسي ظالم اللوكيشن ده كان مبني ده ديكور كله النجع كله ديكور النجع كله ديكور كان فين في أني منطقة في منطقة الحزام الأخضر في كتوبر بس كمان في مشاهد للنيل سفرنا بقى ساعتها دي سفرته فعلا سفرنا للأقصر والوقنا طيب وأنا بس ألك هنا على عملة نادرة كمان وإحنا بنحضر للشخصية بنى النجعة والتحضير للمكان بيغير كمان من الإنسان يعني أنا عارف أن في ممثلين ما بيقدرش يلبس الشخصية إلا لما يلبس لبسها ويعيش ويخش اللوكيشن فينفصل عن الشخص الحقيقي طبعا هي بتبقى مساعدة في شكل كبير وفي اللحظة دي طبعا أنا بشكر شركة العدل جروب أنه هم ما بخلوش على العمل هم بانوا مدينة كاملة عشان يصوروا العمل ده وعشان المشاهد يبقى شايف شكل جديد النهاردة الجمهور بقى حافظ الدكورات والأماكن اللي في المدينة والأماكن اللي في الشوارع فالنهاردة هم كانوا حارسين أن هم يقدموا كوالتي بأن يعملوا شكل جديد الجمهور يشوفوا والحقيقة مؤثرة جدا جدا يعني كان بيشد الناس أن هي تتفرج يعني طب تعالي نشوف مشهد من عملة نادرة ونرجع نكمل كلامنا نتابع مع حضراتكم ما تخلف إن شاء الله عشرين عائل ديه رزق هنمنع رزق ربنا ولا إيه هزعلنا على روحي مش على ولادة يوسف ربنا ما بيعملش حاجة عيفش مدام راضين بنصبنا منه وبيقى حيعويدنا خير قللي صح بكتفن نعركل وانت مطرح ما كنت بتسأله ليه بس لي مش عوايدك يعني تاخدوا الأمور بالراحة وتتفلسف كمان انتهت خربت في الكلامة الليه أنا الغلطانة نسبتك تشتغل وتنزل وسط الناس كل دي عشان سألت وانت عندي شيخ المنزلاوي وإيه اللي فكرك به شيخي وأستاذي كنت عايزة أسأله شوية أسئلة يعني سايب الولادة وأبوك اللي جلبه هيجف من الفرحة والناس اللي رايحة وجاية داي وطلع الجبل تدور على الإجابات لأسألة وجودها يا والد حبد الجبر اوه أنا حر مش كفاية متحمل المتحمل لو حطت بلغف خشبه وساكت كده يا علاء سعيدي جاملت دورك هنا أولا مريم الخشت من حقيها من الممثلات الجميلات وموهوبة دورك هنا في السعيدي يعني أولا أنا كان عجبني كمان في الدور أنك رفضت تتجاوز على مراتك يعني أنه أنت شايف أنه مش كل يعني برضو فكرة العمل اللي هو مش كل الصعيدة يعني فيه برضو الرومانسية فيه اللطفة فيه الناس اللي لأ يعني مش لازم أنا أتجاوز مرات أخوية هو يعني من الحاجات اللي أنا حبيتها جدا في الشخصية بتاعت علاء وأنا بقرأ على الورق أنه هو بني آدم ومقدمي للصعيد بشكل جديد ومختلف هو بني آدم حقيقي يعني كل ما بشوف ولا بفتكر علاء أنا بحسني أنا بشيري الهم تاني لأنه كان شيري الهم في الوقت مهموم عايزي غير وقع ومش قادر مش عايزي بقى معلدات والتقاليد بتاعت الصعيد عفوا أنا كنت بحب المكان دا قوي دا ايه؟ المكان اللي كان فوق دا نفس في النجاح برضو نفس المكان في النجاح آه بس المكان دا كان حلو أو مبني ديكور حلو قوي مبني حلو قوي آه الحقيقة فالشخصية برضو عندها الصراع اللي هو البني آدم عايش فيه النهار دا صحيح يعني هو بيحب ومخلص جدا لمراته طب بس بيخونها مع غزية آه بس أنت حضرك مش عارفها تكرهي الشخصية بتاعت علاء لأن البني آدم اللي هيتفرج على علاء مش عارف يكرهه لأنه هيشوف نفسه هيشوف الصراع الداخلي اللي جواه دايما مبين عايز غير حاجة ومش قادر مبين أنه بيحب وفي نفس الوقت بيجرى وراء الرغبات والهوى صحيح بيدي له العذر حاجات كتير قوي صراعات كلها جواه فالنهار دا محدش هيعرف يكره علاء لأنه هيشوف نفسه والبني آدم مش هيكره نفسه